بالنسبة للنص الذي طريحه في السنة الماضية كان يتكلم لوحد الكاتب يريد أن يكتب قصة للأطفال فأرد النصيحة من كاتب آخر فأعطاه نصيحة بأن كتابة القصص هي كتابة صعبة شيئا ما وأن التعلم عند الأطفال هو مغير للتعلم أو القراءة عند الكبار إذن يجب عليه قراءة نص قراءة متأنية نعم مع استخراج الأفكار والكلمات المفاتيح للنص لكي أفهم النص جيدا إذن بالنسبة للسؤال الأول هو وضع عالمة في الخانة المقابلة الجواب الصحيح عندنا الكلمة أدب الأطفال الأقل حضورا من أدب الكبار في الساحة العربية إذن العراب جاء الكلمة حضورا واش نعربوها نعت أو بدل تمييز ملحوظ تمييز ملفوظ إذن هذه الكلمة نعربوها تمييز ملحوظ جيم ثانيا ضعي في الخانة المقابلة للجملة السليمة فيما يلي الجواب الصحيح كان هو رقم با بالنسبة للثلاثة أيضا ضع علامة نعم الجواب الصحيح كان هو رقم دال رابعا الجواب الصحيح كان هو رقم جيم لأنهم لا يستطيعون توظيف المخزون الجماعة اللغوي خامسا خامسا العجوب الصحيح هي واحد مع جيم اثنان مع ألف ثلاثة مع ها أربعة مع با يعني هنا عندنا ثل بخط خاصة نكون عارف المصادر بالنسبة للسديسا سديسا كان كان الآتي الجواب الصحيح ورقم با كتابوا أدب الأطفال من العرب كلهم لهم إلمامون بهذا الأدب سابعا كان الجواب الصحيح هو دال لا تسير بمحادث طريق يعني هنا في المصرف الجامع يجب أن يكون ألف للأخر بمحادث تأمر بوضع ثامنا الجواب الصحيح هو الأليف ممتالي لأنها مقبلها في آخر الكلمة الهمزة في آخر الكلمة ومقبلها كسرة بالنسبة للتاسع الأجوب الصحيح التالي واحد مع دال اثنان مع جيم ثلاثة معها أربعة مع ب هنا الدرس المونعدة سوف نرجعه جيدا الدرس المونعدة نرجعه جيدا بالنسبة نعم تاسعا كتعلق بالمونعدة وأنواع جيم المونعدة نرجعه جيدا عاشرا الكلمة جل الصحفي نعم الجواب جل الصحيح الجواب الصحيح هو الصحافي جل الصحافة الصحافي هو النسبة جيلها 11 الجواب الصحيح هو باء الفتحة الظاهرة على آخره نعم 12 الجواب الصحيح هي واحد مع ه اثنان مع دال ثلاثة مع باء ثلاثة مع جيم هنا ضع علامة داخل الخانة المقابلة الكلمة الصحيحة الكلمة الصحيحة هي باء باء الإحمرار هنا الدرس يتعلق بالهمزة انت تكتب الهمزة وانت لا تكتب نعم السؤال رقم 14 ايضا فيه ثل بخط السؤال رقم 14 خاصة المركزية هو اصل بخط اذا هنا جملة الحال جملة الصيفة جملة الخبر شبه جملة 14 واحد مع دال اثنان مع جيم ثلاثة مع ألف واربعة مع باء في الساحة طفلون شبه جملة النسبة للخمتة عشر الجواب الصحيح هو باء لم يعي نعم حدد من بين الأفعال التي الفعل المجرد الجواب الصحيح هو باء نسبة 16 صيلي بسهم بين الفعل ونوعه فيما يلي يعني اللفيف المقرون الفعل منقوس اللفيف المفروق فعل متان اذا الأجوب الصحيح هي واحد مع دال اثنان مع باء ثلاثة مع ها أربعة مع ألف هنا الفعل المعتل والأنواع ديالو الدرس الفعل المعتل والأنواع ديالو نعم هذا درس خسنتين من رجل الفعل المعتل والفعل الصحيح والأسماء المقصورة والمنقوسة بالنسبة للسؤال 17 الأجوبة كالتالي واحد مع جيم اثنان مع دال ثلاثة مع ألف أربعة مع باء هنا خلص نراجل أنواع ديالو الأسماء 18 الجواب الصحيح هو ألف و 19 الجواب الصحيح هو دال الجواب الصحيح هو دال هنا كتابات الأعداد خلص نراجل درس كتابات الأعداد و أغلبية الدروس كان في كتاب اللغة العربية المستوسس هو كتاب جامع من جميع الدروس بالنسبة للسؤال 25 الأجوبة كالتالي واحد مع جيم اثنان مع ها ثلاثة مع ألف و أربعة مع باء واحد و عشرون واحد مع دال اثنان مع باء ثلاثة مع ها أربعة مع جيم اثنان و عشرون الجواب الصحيح هو جيم أخفى إشمئ زا زهو أخفى إشمئ زا زهو بالنسبة للسؤال الثالث والعشرون الجواب الصحيح هو ألف نتابع لمنعوته مستوياته في نصبه نعم ربعة و عشرون الجواب الصحيح هو باء الجواب الصحيح هو أربعة و عشرون هو باء بالنسبة للسؤال الثالث والعشرون مجموعة من المعايير يخصني نركز عليها في هذا السؤال هذا وهي الملاءمة الإنسجام السلامة للغة و حجم المنتوج يعني مطلوب مني خمسة أسطور لا يجب أن نتزوج خمسة أسطور لا يجب أن نتزوج نتقل الديداكتيك الديداكتيك هنا مطلوب مني أنتجها نص يعني و إن أريد أن يعالجها نص العنف في الوساط المدرسة مطلوب مني في الوساط المدرسة و نحتار العدد اللي طلبوا مني جال الأسطور كما يمكن تشوفوا العدد الأسطور هكين عندي هنا في الورقة خاصة نحتار معدد المطلوب جال الأسطور و الملاءمة في النص الإنسجام و سلامة اللغة و جودة العرض و الحجم دياله ديال النص هنا هدفين تعلميين نقدر نحدد هدفين هي القدرة على توظيف معجم و لائم مناهد للعنف استدمار قيمة الاحترام و التسامح استخلاص الفكرة الرئيسية للنص فهم ما عن النص تقويم النص و مناقشته بالنسبة للفكرة يقبل كل عنصر يبرز أهمية القراءة الصامتة و يميزها عن قراءة القراءة الجهية في المدرسة داخل جماعة القسم مثلا القراءة الصامتة تحترم الإقاعات الفرضية الخاصة بكل قارئ القراءة الصامتة بخلاف القراءة الفرضية الجهرية لا تفرض على الآخر الإقاع الفرض يعني اشنا هو الهدف اللي يبغيتون من هذا النص هذا نعم هنا استخلاص المعاني العام للنص استخلاص المعاني الجوزية و الأفكار الثانوية فهم المعاني المباشر أو الصريح فهم المعاني الضعيفة بالنسبة الرابع يقبل كل حرفين يتدخلني أو يتشابهن على مستوى الرسم مثل الباء و لياء النون التاء الجيم و الحاء العين و الخال مع إبراز نوع الصعوبة بدقة و كيف تم التوصل إليها أهي صعوبة بصرية متعلقة بملاحظة شكل الحرف و تفاصله أم هي صعوبة حركية ثانيا يختار المترشح وضعية مناسبة أو نشاطا تعليميا تعلميا لمعالجة الصعوبة التي حددها و كده التقنيات الموظفة في التنشيط أو اللعبة، مصابقة، زوبعة أو نشيد ثالثا يقبل كل حرفين متداخلان يتشابهن على مستوى النطق مثل الدال والذال، التاء والثاء، الدال والضاد مع إبراز نوع الصعوبة بدقة و كيف تم التوصل إليها بالنسبة رابعا يقترح المترشح وضعية مشكلة مناسبة أو نشاطا تعليميا تعلميا لمعالجة الصعوبة التي حددها مبرزا كيفية تدبير النشاط من حيث أشكال العمل، فرضي، مجموعات، جماعة كبرى إلى آخرين و كده التقنيات الموظفة، لعبة، مصابقة أو نشيد إلى آخرين خمسا توجد بعض سلبيات متعددة لهذه الطريقة، نذكر منها من بينها ما يلي صعوبات مرتبطة بسماع صوت الحرف المقصود مع تسميته الأباجدية المنطقة مما يعقو نمو الوعي الصوتي لدى المتعلم، حيث نجده مثلا الفوريم جيم يسمى وينطق جيم مما الجيم، مما يجعل الاتباس بحيث يحدث لدى المتعلم، حيث كونه يسمع صوتين مختلفين لشيء واحد يعني الجيم، مما نطقه مثلا لا نقوله حرف الجيم، نقوله الجيم، يعني غير الصوت صعوبات مرتبطة بالشكل المرئي للحرف الغرافيم، الواحد حيث يرى شكلا واحدا مكتوبا جيم في حيث يسمع أكثر من حرف جيم بالنسبة لعنصرين سلبيا لهذه الطريقة عدد الحرف المرئية وعدد الحرف المسموعة، يعني كيف تختلفوا صعوبات مرتبطة بالترتيب الأباجدية تقليدي للحرف، الذي قد لا يكون متوافقا مع الترتيب البداغوجي للحرف بناء على أولوياتي يسير تعلم سادسا، واحد بعض الأسباب الرئيسية قد تعود إلى طريقة نطق الأستاذ لحرف السين في كلمة صبورة بحيث لايتي متدقيق مخرج الحرف فينطق صادا، وقد تعود إلى سماع الكلمة بنطق خاطئ من الأقرار أو من لدون الأسرة أو من المحيط بصيفة عامة، ولهذا الغرض يقترح مترشح منهجية وأنشطة لرز هذه الصعوبة وما شابهها وتمارين وتداريم متكررة لتصحيح النطق بشكل سليم لبعض أخطاء النطق الشائعة سادسا، رقم 2 بالنسبة إلى هذا الخطأ، فمصدره يعود إلى اللغة العربية نفسها التي لا تكتب وتنطق دائما بشكل متطابق صوتا ورسما والسبب هنا يعود إلى أن اللغة العربية تنطق النون في التنوين دون كتابة حرف النون في حين يكتب المتعلم بطريقة صوتية ما يسمعه لهذا الغرض تقبل أجوبات المترشح التي تقدم أنشطة استهدف جاع المتعلمين يميزون بين التنوين الذي يأتي في نهاية الكلمات وبين النون ساكنة التي تكتب في نهاية بعض الكلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة